السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حبيبتي اليوم خبز هائل جدا نقوم بعمل الخبز 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 الصغر الخبز نحن محتاج الخبز الخبز القناة تقريبا بودرة اللوز مطحونة و اضطحنت اللوز اخضر بالقشور هنا لدي ثلاثة الكسان بودرة اللوز لدي جوج البيضاث كيف كانت بلدية او لاروميا لا يوجد فرق لا يوجد فرق لدي جوج المعالق لدي جوج المعالق لدي جوج المعالق كبار 200 جرام الموزاريلا لدي المبشورة لدي لبنات الدوب و بعدها نخلطها و نضيفها كويرات خبز كل جوج الموزاريا في مخلاب adulthood مخلط فرق بدبنا عندما تختفظ reconstفرو في مجرد الوزاريلا أنا أليس لك من الم Perry استخدام 두 قلب هذه الجوجemed م ruth لدي bess presente كاني أ spell ملاب dudدي ب Kingston صنع وهكذا يشترا يجب أن تخذها قبل أن تبرد البنات لأنها تقصح و تبقى العجينة تهرس لنا نضيف البنات لتبقى العجينة تقوم بأسفل اضافة جبن كامل نخلط بودرة اللوس نخلط بودرة اللوس نخلط بودرة اللوس سوف نضيف البيض نرى مرهة ثم نقوم بسخنة ونرى المزيدة ثم تترمي المزيدة يجب عليك ان تبعي المزيدة سأتمر بسخنة لنعجمها بخبز نعجمها بشكل خبز اتفعله قبل اطلبها بخبيزه صغير نحن نعذيها بشكل خبز نضع القليل نضيف الأمر نفخه لأنه طويل جيد خبزي خمب لا يزال لا يزال لا يزال لا يزال خلطة بسم الله لا يزال لا يزال نضيف نرى سوف اضطر لغاية قليلة سوف اضطر لغاية قليلة نضيف الماء 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 ونضيف الماء فهمتني كيف ماتلة؟ بسهل هذا يدري في الهومبورغيز بالنسبة انا دخلت واحد ريجم ديال الكيتوني ريجم الكيتو دايت هو كي تطلب هذا الخبز هذا بان ما ديش نبقى ناكل لقاع الخبز تشي نوع ديال الدقيق ما دي نبقى ناكله الا دقيق اللوز تزياج الربعيس كيف ستعرف نانة الدخل والطاقة يجب أن تضيف كل شيء الخبز زي جيد سيتم تعرفين على الروز الفوائد ب وبعد نظف فرق الربعيس نتمنى انكم تكونوا كنديل نتمنى انكم تكونوا كنديل فران تجعله يسخن فران تجعله يسخن فران تجعله يسخن خبز يجعله 4 ساعة فقط يوجد خبز سوف يتعمره يتعمره نعمل كذا اول جربة الخبز نحن نتخبئ اول جربة سوف نقوم بتجربة مجموعين كما تريد أن يأتي نحن قابلين عليه سوف نقوم بتجربة سوف نقوم بتجربة حبيبتي معي وهو الخبيزة لدينا البنات يحمقوا يحمقوا ونقوم بتجربة جميلة ونقوم بتجربة ونقوم بتجربة كأنه خبز كأنه خبز مدقق الكامل الله العدمة لكي لا تريد ان تفتروا به في الصباح تستطيعوا كفيتها تستطيعوا الخاص الفرماج وتغلقوا حتى تتكلون همبورغيسة أو تضهنوا بالسميته والأملو أو أملو ونريد السكر واللوز والزيت أرقان أو السلطة أو السلطة والزيت أرقان والدهني أو السلطة وكأنه رائع ونرى إليكما ونرى إليكما يتخلص الخبز والاكسير الهارة للمبضاء عام الخبز على كل طوالا لم يكن أليس في الخبز ان ترى الحب يتخلص للغزال وغزال هناك رويحة يتحمل وعربي حمّخ ki الجرس هذا مصرح إذا قامت بكثير من قرصات مع الصباح في الليل يعني يكون خبيزات مع الصباح في الليل لأن هذا الرجيم يحتمع الدهنيات لا يوجد مشكلة لديه الكثير من الدهنيات لا يوجد مجرد من أجل يأتي بنينة 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 يحمق و بعد عدد بنينة بنينة ومتمنت جغبه و لم يكن رائح تكن رائع فعلا لهذا أنا هو لغاية المقاد و لكن عدد إضافة إلى المنزل يوجد ملوحة بنينة و هذا الجبن مع ملوحة رائعة جدا لا نقول لكم لأنه ليس مالح و تضيف الملوحة و تضيف المطلحة و تضيف المطلحة في الزعتار و تضيف المزرع و تضيف المزرع و تضيف المطلحة على أي شيئ الذي تشكله في عنديه في مثل المشكلة الخبز التي تشكله كما توصت كبير والتقطع حيث عن طمس خل造 كما تشكله من العبور على بوز بيزة يتحرم الفيديو بحديث من هذا الدخيرة نتحرم الخبز انتظر الفيديو اليوم أريد أن أدخل في هذا الرجيم بعد أن نكمل أسبوع ونوزنه ونقص من كيلو أنا وجدته الغداء إن شاء الله سوف نبدأ به مباشرة يعني وجدته حتى نفطر به ونقشه به ونقشه به الخبز ونقشه في الفرماج لأن هذا الرجيم كيتو البناز أرى ما لديك فرماج كولي مع رصتك ونقشه به ونقشه ونقشه لديك ثلاثة الواجبات مع السناك مع الماء هذا ما كان على البناتي مع السلامة ونقشه على الكيتو دايت والذي أريد أن تأخذ معلومات دخل اليوتيوب ونقشه بالتفصيل بالتفصيل ونقشه ونقشه